انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار حول الفنان نيحي الفخراني وقال انه اتوفى ولكن كذب الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين كل الأخبار ديت وقال انه هي أشعة وقال انه بصحة جيدة وقال ان من أصعب مشاهد لالي الحلمية مشهد موت أمه اللي قدمته هودا سلطان حيث تصدف في التوقيت نفسه موت أمه في الحقيقة مما جعله يبكي بشدة في المشاهد يحي الفخراني عنده دلوقتي 76 سنة ومراته اللي هي كاتبة لميس جابر عندها 74 سنة هو ممثل وطبيب مصري أصلا وولد من محافظة الدهلية وعين نائما في مجلس الشيوخ المصري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى فكرة ديانة يحي الفخراني الإسلام وأما ديانة لميس جابر فهي المسيحية وهما لا يتحدثان كثيرا عن هذه النقطة هما عندهم ولدين شادي وطار